فما من أمة إلا وقد بعث الله تعالى لهم البشير والنبي والنذير وهذا من تمام عدله جل شأنه حيث جعل لهم النبراس الذي يدلهم على طريق الحق وحتى يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان فمنهم من اهتدى ومنهم من تعنت وتجبر وكان حقا له على الله جهنم وبئس المصير والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي هو من اصطفاه الله تعالى بالوحي من بين الخلق ولكن الله تعالى لم يأمره بالتبليغ وهذا هو الراجح والأشهر بين العلماء أما الرسول فهو من اصطفاه الله تعالى بنزول الوحي كما أن الله تعالى أمره بالتبليغ عنه لقومه أو للناس عامة مثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا دليل على الترتيب الزمني للأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأعمارهم وإنما هو من أخبار أهل الكتاب وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم رواه البخاري واحد آدم أبو البشرية عليه السلام عاش ألف سنة المشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط فيه بالهند وقيل بجبل أبي قبيس في مكة المكرمة بعد نقله نوح عليه الصلاة والسلام عند حدوث الطوفان هو وزوجه حواء ثم بعد ذلك دفنهما في بيت المقدس هذا ما حكاه جرير والله أعلم اثنان إدريس أخنوج عليه السلام عاش على الأرض ثمانمائة وخمسة وستين سنة ثم رفعه الله إليه وقبض في السماء أدرك من عمر آدم مائتين وثمانية سنة ثلاثة نوح شيخ المرسلين عليه الصلاة والسلام لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة ثم بعد الطوفان لبث ما قدر له قيل أنه دفن بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الأحمر والأصح أن قبره الشريف بالمسجد الحرام أربعة هود عابر عليه السلام عاش أربعمائة وأربعة وستين سنة دفن شرقي حضر موت على بعد مرحلتين من التريم في كثيب أحمر والله أعلم خمسة صالح عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها إنما ذكر أنه بعد هلاك قومه توجه مع من آمن بالله إله قيل أنهم أقاموا في ديارهم ومنهم من ذهب إلى مكة وماتوا وقبورهم غربي الكعبة وقيل أنهم توجهوا إلى الرملة بفلسطين وهو الأرجح وقيل أنهم توجهوا إلى حضر موت ويزعمون أن قبر النبي صالح هناك والله أعلم ستة لوط عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها كما أنه لم يذكر أن له قبرا في قرية صوعر التي لجأ إليها بعد هلاك قومه والله أعلم سبعة إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام عاش مئتي سنة وقد ولد بعد الطوفان بألف ومئتين وثلاثة وستين سنة ودفن في المزرعة التي اشتراها في حبرون بفلسطين وفيها قبر زوجته الأولى سارة ثمانية إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام عاش مئة وسبعة وثلاثين سنة دفن بجوار والدته بين الميزاب والحجر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة تسعة إسحاق عليه السلام عاش مئة وثمانين سنة ودفن مع أبيه إبراهيم في مزرعة حبرون بفلسطين عاشرة يعقوب إسرائيل عليه السلام عاش مئة وسبعة وأربعين سنة توفي بأرض مصر وتنفيذا لوصيته نقله ابنه يوسف إلى مزرعة حبرون في فلسطين عاش مئة وعشرة سنة مات بمصر ونقله إخوته تنفيذا لوصيته ودفن بنابلوس بأرض الشام وذلك في زمن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام اثنى عشر شعيب عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها إنما ذكر أنه بعد هلاك قومه عاش مدة من الزمن إلى أن توفاه الله في الفترة بين وفاة يوسف ونشأة موسى عليهم الصلاة والسلام ثلاثة عشر أيوب الصابر عليه السلام عاش ثلاثة وتسعين سنة وذكر أنه دفن بجوار زوجته بقرية الشيخ سعد بأرض الشام قريبا من دمشق والله أعلم ذو الكفل عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها إنما ذكر أنه ولد بأرض مصر وتوفى في أرض سيناء أيام تيه وقيل أنه دفن بجوار والده بأرض الشام والله أعلم خمسة عشر يونس عليه السلام لم تذكر الكتب الفترة التي عاشها كما أنه لم يرد أي خبر عن مكان قبره أو المكان الذي ذهب إليه عن قومه والله أعلم ستة عشر موسى بن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام عاش مائة وعشرين سنة وتوفى بأرض التيه بسيناء بعد وفاة أخيه هارون بأحد عشر شهرا ودفن هناك سبعة عشر هارون عليه السلام عاش مائة واثنين وعشرين سنة توفي بأرض التيه بسيناء قبل أخيه موسى ودفن هناك ثمانية عشر إلياس عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها وإنما ذكر أنه ولد بعد دخول بني إسرائيل فلسطين ولم يعرف قبره ببعلبك بلبنان تسعة عشر اليسع عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها ولم يذكر المكان الذي اتجه إليه بعد عصيان قومه بمدينة بانياس من أرض الشام عشرون داوود عليه السلام عاش مائة سنة ذكر أن ملكه دام أربعين سنة واحد وعشرون سليمان عليه السلام عاش اثنين وخمسين سنة ذكر أنه ورث ملك أبيه وعمره اثني عشرة سنة ودام ملكه أربعين سنة اثنين وعشرون زكريا عليه السلام عاش مائة وخمسين سنة ذكر أنه نشر بالمنشار على يدي من ذبح ابنه يحيا ثلاثة وعشرون يحيا عليه السلام لم تذكر كتب القصص الفترة التي عاشها وإنما ذكر أنه ولد في السنة التي ولد فيها السيد المسيح وقد ذبح عليه السلام وهو قائم في المحراب ظلما وعدوانا تنفيذا لرغبة امرأة فاجرة من قبل ملك ظالم كما ذكر أن رأسه الشريف مدفون في الجامع الأموي بدمشق أربعة وعشرون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عاش على الأرض ثلاثة وثلاثين سنة ثم رفعه الله تبارك وتعالى إليه بعد بعثته بثلاث سنين وذكر أن والدته البتول الطاهرة مريم عاشت بعده ست سنين ثم توفيت ولها من العمر ثلاثة وخمسين سنة خمسة وعشرون سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام ولد بمكة المكرمة سنة خمسمائة وسبعين ميلادية وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه وهو في الثالثة والستين من عمره الشريف ودفن في بيت سيدتنا عائشة بالمسجد النبوي بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح وجاهد في الله حق جهاده والله أعلم